بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازاكوا شباب مكملين مع بعض بقية فيديوهات tutorial 101 in sequel server هنتكلم دلوقتي عن انترو سريع عن الفرق ما بين scan table والcalister وممكن كمان structure بتاع noncalister هنعمل مثال يوضح الفكرة والاستفادة من الاندكس نفسه بس قبل الموضوع ده تعال نشوف المثال ده لو تخيلت معكم ان احنا عندنا الجدوى اللي قدامنا ده اللي هو عبارة عن phone book المقام من last name وال first name وال phone number والمفترض ان احنا عايزين نسجله على ال hard disk بتاعنا كdatابيز في الحالة ديت بيبدأ يتكون عندي مجموعة اسمها ال page او الصفحات زي ما ظهر قدامنا كده الصفحة هي اللي هتحط عليها ال data هتبدأ ال data بتاعها تتحط على الصفحة لو لاحزنا ال data ديت مش مترتبة تمام اه وبقول دلوقتي ان انا بخزن على ال الهيب الهيب هنا المسمة بتاع ال hard يعني انا هنا حاطت ال data بتاعي مش مترتبة طيب عملية الفرز او الصورتنج لاي data هو عملية بالنسبة لي لما اكتب select phone number لل phone book لما يكون ال last name كزا و ال first name كزا و ادي ال rubric اللي انا هعمل عليه الفلتر بيبدأ في الحالة دي يعمل حاجة اسمها scan للتابل يعني بيسكان ال data كلها بيبدأ يمشي على data 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 علشان يتعرف عليها وبعد ما بيوجدها تمام بيكمل برضوك السكان المسألة ديت بتاخد mini cost كبير طيب لو حاولنا ننظم الموضوع شوية ممكن حد يقول في الاول خالص ممكن نرتبهم بحيث ان انا في ال rearrange اللي انا بعمله ده يكون اسحل بس استلة حد دلوقتي الترتيب مش هعمل لي حاجة لازم نوجد ما يسمى ال index و معظمنا بيعمل index من خلال primary key بس احنا بنتكلم دلوقتي على تقصيل structure بتاعه يعني لو انا الجدول بتاعي مفوش primary key فهاخد مثلا ان last name و first name عايزة كارية منهم ما يسمى index في الحالة دي هكون index من نوع calister index بيتميز بانه بيرتب ال data وبيرتب كمان الورق الناتج عن ال index نفسه بمعنى تاني لو لو لاحظنا دلوقتي هو بدأ يعمل ملفات ال index بتاعي وحط ال data بتاعتي لو بصينا على الشكل p3 او الشكل الشجري اللي قدامنا هيبع عندي هنا index بيقول لي مثلا من فلان وفلان 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 موجودين في ال index ده وفلان وفلان موجودين في ال index ده ولو انت عايز فلان يبقى هتروح للصفحه دي لو انت عايز فلان هتروح للصفحه دي لو انت عايز فلان هتبص مستحقيization ومستحقيق كلام وديله اسم. وبعدين بحدد اللي انا هنشتغل عليه اللي هو الفون بوك. وبحدد كمان اللي احنا هنشتغل عليه. ينفع يكون يعني فيه اكتر من كلم زي المسال اللي قدامنا وينفع يكون حاجة واحدة زي ما بنعمل مع ال اي دي ونركز تاني اي دي فيلز او الكولوم اللي اسمه اي دي بيبقى علشان يمنع النل ويمنع وبيكون علشان يعمل عملية الفهرسة او يعني بيعمل ترتيب دائم علشان يستغله في عملية البحث. طيب عندي هنا اصدارين الفين وخمسة كان عندي وان كاليستر يتعامل على التيبل واحد بس وبردك استيل في الفين وثمانية القبضيت اللي نزل برضك بقدر اعمل كاليستر واحد بس مقدرش اعمل اكتر من واحد. طبعا مكمل من بعد الفين وتمانية لحد اخر الاصدار. طيب ده كان شكل الكاليستر والشكل اللي هيمكنني في عملية الاسكان. لو عدنا الجملة بتاعنا تاني وبدأت اعمل سلة لنفس فلتر اللي احنا عملناه. هتبع عملية الاسكان سهلة جدا لانه هلجأ هنا لنقطة حاجة اسمها الاندكس سي. هبدأ ابوص على الاندكس بتاعي وده هيكون اسرع بكتير في ظهور النتيجة بتاعتي. لو اتنقلنا دلوقتي لسيكول وبدأنا نعمل المثال اللي قدامنا ده. انا هنا هكاري الداتابيز وهكاري فيها تو تيبل. التيبل الاولاني هيبقى اسمه تست عبارة عن اي دي انت ايدنتي مش برايماري كي يعني مش كلاستر اندكس ونيم. لكن تسته هو الى ايد انت برايماري كي ايدنتي ونيم انفارشو. طيب لو بسطينا على بتاع التو تيبل ستلاحظ انه جوة الاندكس تست دي بي في عندي الاتنين تيبل. ولو فتحنا الاولاني مش نلاحظ وجود اي برايماري كي وفي الحالة دي مش هيكون عندي اندكس. طيب هنا بقى عندي برايماري كي فبالتالي بقى عندي الكي وبقى عندي كمان الاندكس بتاعي. طيب والاندكس هنا من نوع كلس اقدر اقول ان الجدول الاولاني هيعمل سكان والجدول التاني هيعمل اندكس سي. طيب عشان نشوف الكلام ده فعليا تعال مع بعض نعمل لوب يعمل عمليات انسرت مثلا لعشر تلاف رو موجودين في كل تيبل. دون كده. طيب هبدأ اعمل فلتر اللي هو سيلكت اول بس هزود حاجة معي وهي لان انا هزود اضغط على الزرار ده وبعد كده هعمل لاحظ معي ان النتيجة بتاعي تمت يعني جاتلي النتيجة بس ظهر عندي تاب جديد وهو الاكسيكيوشن بلان لما هبص على الاكسيكيوشن بلان للوهلة الاولى النتيجة قدامي تمام وظهرت قدامي بس لو ركزنا شوية هنلاقيه بيقولي ان هو اعتمد هنا تابل سكان واللي اخد بس لما هبص على الحصائيات اللي تمت هلاقي فيه اختلاف وهو ان انا مثلا في السابتري ده الرقم اللي انا وصلت له عمليات السكان اللي حصلت حصلت في زيرو بوينت زيرو بوينت فور الرقم ده خليك فاكره هو والرقم ده او ممكن تبقى ترجع ده الاي او وده البروسيسور عمليات المعالجة واستخدامي للميموري واستخدامي كمان للسابتري او عملية السكان كل ده انا اتكلفته وكان نوع اللوجيكال اوبريشنز اللي انا بشتغل عليه هو التابل السكان طيب لو عملت نفس العملية بس على التابل اللي له اندكس نشوف كده البلان بتاعي فيه اختلاف اولي وهو انه بدأ يقولي انا هنا اشتغلت على الكاليستر اندكس سي يعني بدأت ابص على الكاليستر بتاعي وبرضو اجبت لك نفس الناتك طيب بالنسبة للاحصائيات لا فيه اختلاف كبير لو انت فاكر كان زيرو بوينت زيرو بوينت فور تخيل هنا لا انا بقيت زيرو بوينت زيرو بوينت سري زيرو زيرو سري يعني انا نزلت جدا حتى في الاي او كاستخدام حتى في البروسيسور بتاعي كاستخدام ممكن تبقى ترجع للشكل بتاع الاوبريشن ده وطبعا هنا بدأ يقولي ان اللوجيكال اللي انا اشتغلت بيه هو عبارة عن الكاليستر اندكس سي بكده عرفنا ان عملية الاندكس ديت هتوفر لي كتير جدا لانه هيبدأ يبص على الاندكس وما يسكنش التابل بتاعي تمام ده كان فارق سريع كده عن الاندكس والسكن تابل ممكن في الصورة اللي قدامنا ديت نبدأ نتخيل فكرة الروت او كأن الستراكشر بتاع التابل جوه الاندكس بيبقى عبارة عن تري بس مقلوبة كأن في هنا الجزر او الروت وهنا الوف او الاوراق فمسلا بقول ان انا عندي هنا الداة بتاعتي كلها من واحد لحد متين الاندكس الاولاني شايل من واحد لمية متقسمة من واحد لخمسين ومن واحد وخمسين لمية ومتقسمة على الفيزيكال بيج بالشكل ده اقدر اقول ان الجزء اللي فوق ده بيمثل عندي الاندكس تمام او الفيهرس وجزء اللي تحت بنقول عليه الفيزيكال بيج او الداة بيج طيب في الاندكس كاليستر في الحالة ديت انا اقدر اعمل واحد بس كاليستر يعني التابل ينفع انشئ عليه وان كاليستر واحد بس وانشئ عليه في الفين وخمسة متين تسعة واربعين نون كاليستر طيب في الفين وثمانية فيما فوق اقدر اعمل وان كاليستر بردو واقدر اعمل تسعمائة تسعة وتسعين نون كاليستر على نفس التابل بكده يبقى انا وضحت النقطة ديت ارجو ان الفيديو ده يكون وضح الفرق ما بين الاسكان تابل والكاليستر از استراكشر واعملنا عليهم مثال لو اعجبك الفيديو واستفدت منه ياريت تعمل لايك واريت تعمل سبسكرايب علشان تجي لك باية الفيديوهات اللي بنعمل على القناة باش كل الناس تتعلم على القناة من خلال لايك والسبسكرايب والشيرين شل الفيديو على قد ما تقدر واخيرا خليك اجابة متوقفش المعلومة عندك شف الخير اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى